البنزين المازوت وكل ما يتعلق بوقود السيارات مع ضيفنا لنهار اليوم سيد رشيد ندين رئيس سلطة الضبط المحلوقات صباح الخير صباح الخير شكرا على حسن الضيافة انت مشكور شكرا موصول لك على قبول الدعوة للحديث عن مواضيع الساعة خاصة لما نتطرق الى اخر مستجدات سوق الوقود نتكلمه على ما يسمى الوقود المزدوج ابدأ معك بهذا الملف ثم ندى بلا ملفات اخرى يعني ما هو جديد الوقود المزدوج يعني لازم نقول له شوية اللور الوقود يعني تكنولوجيا جديدة نعم ولو تلاقينا بها يعني بصدفة يعني صدفة تلاقينا بها في 2018 انشئت مديرية مركزية في نفطال لازم نعرفوا بلي كنت رئيس مدير عام سابق في نفطال دونك في 2018 انشئت مديرية مركزية هذي المديرية درناها باش تسبلنا يعني دي سيبستوتي واحد اخرين باش من قوعدوش نبيعو غير الاسسانس والزيت ونصيبو يعني موارد واحد اخرى لالنفطال دونك من بين الزوكازيون اللي كانوا عندنا درنا شاركات وهادك الوقت كنا حابين ديروا شاركات للكيت سيغاز للكيت سيغاز للكيت سيغاز ايسانس العادي لعادي اللي هم يبشي بيهم للسيارات تعلبنزين اذا درنا انا بالا مانيفسسسون دانتيري باش نشوفوه كانوا يزيطاليان هي معروفين الإيطاليين هم اللي معروفين بلكيت سيغاز جاتنا شاركة اسموها ستاق سيتون سوسيتي بولونيز شاركة بولونية فكي كنا في المحادثات هادروا لنا على الغازوال قالوا دي كان سيغاز وكانت تكنولوجيا جديدة تي سيدينا قل روحوا نشوفو هاد التكنولوجيا هدي افكتيب ما رحنا لابولون شفنا باللي افكتيب ما كاين سيغاز اللي كاين دي كيت اللي يستعمل فيهم السيغاز في دي فيكل غازوال يعني كان شي حيش جديد قا شفنا معاهم سنين معاهم بروتوكول بعتونا دي كيت هنا ودرنا تلت سيارات دو فيكل دو تيليتر وفيكل دو توريزم وكاميون واحد العام هو ما يمشي يعني صبنا بل نتايج فريما في عام تربح تقريبا ستة وثلاثين حتى الاربعين في المئة من استهلات القازوال لا تتكيب كيف يكمن القازوال وترغب مقتل قوامي وانا ترغب مقتل قوامي وترغب مقتل قوامي وانا ترغب مقتل قوامي نعم إذن الآن هل كان حافلة ترى ممشيوا بهذا السيستان في العصير يعني جست إن كدرنا هاد التجربة ونجحت دونك كملوا في المسار واليوم البارحة كشفتوا حافلة داروا حافلة فيها هاد الوقود المزدوج وداروا وان كاميون يعني نعم راح نتطرق إلى هاد الموضوع بشكل بطريقة لأنه في النهاية الجزيني كلهم متخوفين من هاد الخليط هاد بين القزوال والسلغاز ولكن أنا حبيت نعرف فقط بطريقة مبسطة واحد يروح قال أنا اليوم هاد ومتخلص من التخوز دياله واليوم حبي يفضلي هاد السيستان سلغاز القزوال كيفاش يدير شو سيكزاك كيفاش يمشي السيارة دياله كيف 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 كيمال سيارغاز تع بنزين كيف كيف كيمال الكيت تع البنزين وان بسيارة دياله قلت لك الفرق هو انه ما تمشيش بسيارغاز واحده ولا ببنزين واحده يمشي بلي دياله دونك يروح يستالي بس كل يوم يخلوا رزيرفورت على لسلغاز وما زالوا إبان لسلغاز تع البنزين تقوبي البنزين وتمشي سيارغاز وفي هادي لا لا هادي اللي دو يخرج خالق يخرج يمشي وكيف كيف نعم إذن خلينا نتكلم بكل صراحة سيدراش النديد متل هاد الامر مشكلش خطر سواء للمركباته ربما مسائقي المركبات هادي شنا جزائري ام تسعبر سوشال ميديا ام تخوفين يقول لك دكتور ترطبين هاد الحافلة ماذا هم المخاطر اللي يقدر يكون ما يكونش مكاش 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 لا السول شوز سيكو تطروح بلاس القراتع عند واكل معتمد ما تطروحش نمبرتو هادي واحدة دوزيامو يسروا في السرغازة ويسروا مشاكل يسروا ساعات ساعات نسمعو بحادثاتو علاش خاطراش الناس ما تديرش اللي كونترول كيلفو كي خلاص العام لازم نطروح عند واكل معتمد عند واحد اللي يعرف يبير لك الريفيزيون احنا كشفتش حال من واحد انا بنفسي نشوف ناس برا يخلط في القرعة يجيب واحد يسي بريكو ليلو هاد اولا هاد المخاطر ميسينون وكان يروحوا عند وكالاء معتمدين اللي معروفين ما كانش مشكل كان حتى مشكل اذا مدام تكلمت على الوكيل المؤتمد وهو اللي يستالي او هو اللي يركب هاد الانستالاتور القرعة هادية السرغاسة اللي رح تكون مخالط مع القاسوان متى تنطلق رسميا بداية تسويق هات احنا نقولو شوف ديجا الحكومة انطلقت خلاص اكشفت البارح كانوا وربعة وزارة شافو داروا الانطلاق الرسمي تاع حافلة وتاع الكاميون دونك العملية خلاص انطلقت جابوا تقريب من خمسين كيت واحد سين كنتان دو كيت مجموح انشاء الله يجب انها احد مكان او مجموح انشاء الله او مجموح انشاء الله لكنهم بعد المكالة تجيب ريفاج كبير وتستوكيه يعني احنا في الكوموند في كري فينا في طالل الآن كي يديروا ليكوموند يجيبوش على خطراء يجيبوهم بالاقل الكنترائي تسينيام يجيبوهم بالاقل نعم ما حال مكيت يعني رح تبداو به قطلقي يبداو درقب واحد 200-250 كيت ومبعد على حساب الطالب دوكيلا كان طالب كبير بس كو شوف هي المغزى من هاد هي باش نقصوا نقلصوا الكنسوماتي على الغازوان اذا اتدير بركة اذا ما اديرا سينديل فقط لانه كان زاميل زاميل تكلملي على عمر معين فقط لما تكلموا على 200-200 كيت في شهر مارس او افريل لما تكلموا على الاسعار الان حتى الان لم تعلن او لم يتم الاعلان عن السعر الجهاز السعر انا نقولك ما يكونش بعيد على السعر تاع تاع البنزين اليوم اليوم ما راه تقريبا نقوله احنا بين خمسة وخمسين الف حتى السبعين الف دينار الكيت تاع البنزين هذا تاع البنزين هذا تاع البنزين متنو الكيت هذا تاع القازوال ربما يكون بالك يكون اغلى شوية بواحد بالك 10 الف دينار 15 الف دينار يعني 20 الف دينار تاع ما يفوتش ما يفوتش تاع تاع انا شوفان ان الدولة هي الشاحنات والسيارات نفس سعر نفس سعر قريبا اذا الدولة كانت في وقت ما سينديل كانت تدعم تاع السيرغاز هل انا رايحة تمشي تدعم تاع القازوال نظر نشوف كانت تدعم وما زلها تدعم ما زلها تدعم تاع تاع البنزين لكن هل تعلق سير غاز اتعلق الغازوال شوف تعلق الغازوال قلت لك كين تقريبا نحن نستهلكوا 11 ملايين طن تاع غازوال يعني باش نقلصوا من هاد الاستهلاك انا نظن الدولة رايحة دعم نعم دعم هذا دعم دعم اذا فقط فقط نعود لك نقطة مهمة لانك انت قلت انه هاد الامر كتشفته في الالفين وثمنتاش لما انت كنت رئيس مدير عام لنفطال لماذا حتى الان اللي انطلقته في العملية متشوفش باللي خلينا خلينا نديرها بين قوسين هي لانه لازم نستعرف حاجة انه سيناديل تم انهاء مهامك من طرف رئيس الحكومة السابق بدوي ثم تم اعادة الاعتبار لك بصيفتك الان رئيس سلطة ضبط المحروقات من طرف رئيس الجمهورية وبقرار وبتعيين من طرف رئيس الجمهورية نظرا ل الخبرة اللي عندك نظرا ل ربما حتى الجهودات اللي قدمتها انت في نفطال هذا ليست انا من اقول هذا الكلام ولكن كل من يعرف نفطال او ما يدور في خبايا نفطال ماذا حتى الالفين وشترا هي قبل يعني في نفطال رشيد ناديل لم يخدمش واحده وخدم مع يونيكيب كان فريق منهم هذا الرئيس المدير العام اللي راه دروكا يعني إنسان كافه كامال يعني كانت كانت كيف يعني هذا تنطراباي ديكيب الحمد لله لازم نعطيه التوقيت احنا نهار نهار استقبلنا شركة هاد البولونية استقبلناها تقريبا في اواخر 2018 طلعتوا الميلة طلعتوا الطلب بالحكم ماذا 2018 طلعنا طالب بالصنات راك بس كيف علاش احنا ما لازم نعرفه بالنفطال هي فرع من صنات راك طلعنا الملف صنات راك وقبلوا به وكل يعني لازم نعرفه تاني التجارب دامت عام ما درنا عام تحت جريبة الواحد لازم يعرف فقط توقفوا عام تحت جريبة يعني قدرتوا فييكو البيلوت مثلا درنا كات فييكو ومشو حتى الان ما كان حتى مشكل ما كان حتى مشكل الان تقدروا تشوفوا في نفطال هاد اللي فيكو الراوم في نفطال حتى الان ما فيهم حتى مشكل وكنترير عام من بعد شفنا باللي ربحنا ربع تقريبا ربعين فلمية من إهلات القزوان نعم دان لهذا أرجعتوها بطات شوية بطات شوية ودو انك ما حبيش تحدثني قضية مهامك ولكن خلي ما عليش يلا خليوها نهار واحد أخر إن شاء الله إذن سي رشيد نديل لما تكلموا على السعر قلنا السعر يتراوح 90 ألف دينار يعني أي جزائري يحب يبلاسي هاد القراءة يخلص 9 ملايين وقتلي الدولة راح يتم هناك إجراءات لدعم كيمال 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 اليوم كيف تخلصوا الدولة نعم أنا نظن يعودوا يديروا الأمام يمشوا فيها أنا لا سألتك هذا السؤال لماذا يقدروا يمشوا فيها هل هذا راح يجنب مصارف أخرى مصارف كبيرة يتصرفها الآن الدولة في القازوال ربما بهذه الطريقة راح يخفض نوع المهد المصارف أبسوليما أبسوليما شوف كيف بدينا تصير غاز كانت تقريبا في في الأول كنا نستهلكوا تقريبا سبعين ألف مئة ألف طن اليوم رانا نستهلك منصير غاز مليون طن مليون طن شوف هاد المليون طن هايجت تقلص لمشهلك مليون طن مليون طن مليون طن تقريبا قولوا إحنا تناش مليار ومئتين لتر الآن رانا نستهلكوا من الليار ومئتين لا 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 الاستهلك الوطني اليوم هي 14 مليون طن من الوقود الوقود يعني العادي 14 مليون طن هايلي 14 مليون طن لو كان ديروهم لتر يقولوا 17 مليار لتر في العام 17 مليار لتر بقيمة في العام تقييم تقريبا 1-400 مليار دينار 1-400 مليار دو دينار تقريبا اللي كنتحهم يعني خليني فقط نتوقف عند الأرقام هذه 14 مليون طن 17 مليار لتر من الوقود أي أننا نحرق كما نقوله نحرقه يعني احنا نتكلموا رقم كبير نوعا ما ما هوش رقم كبير كبير نورمال بس كل هدوه باش تمشي من إيكونومي هدي هي ولكن بالطريقة اللي راكم مشيين بها الآن هل هاد رقم رح ينخافض نوعا ما إن شاء الله هاوي نخافض بزاف بسك كي تشوف بليف سيرغاز رانا نقنصمي مليون طن ما عند هاد المليون طن أو تنحى من 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 الوقود الآن يعني كي تزيدوا ستعملوا هادا الديواب نزيد إن شاء الله نقلص هي شوف سادي بان وش رحي نقيسو اليوم كي تشوف الاستهلاك تاع الغازوال في السنويا هو عشر عشر مليون طن لازم تفهم ما يشترون غير الفيكور ما يشترون غير في السيارات بسك كي ين الفلاحة كي ين التراكتور كي ين الإلكتريسيتي كي ين دي سنترال الإلكتريق اللي يمشي بالغازوال نعم يستهل كل الغازوال دونك الگروب الالكتروجين اللو والإشارة تانية الگروب الالكتروجين هادو ما يمشي بديوالفيل لا هادو ما كان قادروا هاوي مام لغرب الالكتروجين داير البارح الدا نفطل قدموا راحين يبدوا تجري ويدروا تجربة يبدوا بقاء لغرب الالكتروجين كان في نفطل هادو قاعدوا يمشي في ديوالفيل داخل المؤسسة داخل المؤسسة وراحين يبدوا تانية بتاع لاغريكولتو تاع الفلاحة جعل الجروب الالكتروجين اللي مستعملين الفلاحة يمشيوك ديال فيه إن شاء الله البنزين أو الوقود المزدوج راح يتمشي به نفطال الآن تبدأ هي كنموذج لأنها عندها هي كثير شحينات هتبدأ به بالطبع تنسيو فيها كما يقول بالطبع إذن فقط سيناديل أنا أحبت سألك ولو أنه هذا السؤال كان يكون بداية الحصة ولكن أنا أرجعته للآن حتى سلطة ضبط المحروقات وشنو المهام تعدي سلطة؟ سلطة ضبط المحروقات لازم نعرفه باللي أنشئت في 2005 كانت لالواء 0506 هي اللي خلقت هي في الحقيقة كان سلطتين كان سلطة لايراش وكان النفط النفط هي اللي يدير لفالوريزاسيون تعليروسوش ديالوكاربير لايراش المهام تحها اللي زادت جات للواء لالواء 0506 زادت أعطت مهام واحد أخرى للايراش من المهام تاعة لايراش هي حماية الأشخاص والمنشآت البترولية نعم حماية كيفاش وحماية البيناء بيانسي وحماية الأشخاص كيف تكون نسمعه قاب أشاسو أك ما هدر على أشاسو معنى تهاك يكون مشروع كي يبدأ مشروع لو كان في نمبرت كالمشروع تكون دراسة خواطر التودو دانجي وتكون دراسة البيئة نعم حماية البيئة إحنا لو كان ما نتأكدوش باللي هاد الأمور متوفرة هاد المنشآة ما تمشيش ما نعطيوش ترخيص ما نعطيوش لقريمو باش هاد المنشآة تمشي ما عليش نتوقف لك على النقطة فقط الآن سينة دي نتكلموا على حماية البيئة وحماية الأشخاص ولكن في الواقع الآن نشوفوا بعض محطات البنزين جاية في أمام قريبة المواطنين قريبة من العمارات نشوفوا في العاصمة نشوف البيئة مثلا نشوف مناطق كثيرة في العاصمة نتكلم فقط العاصمة ولكن ولايات أخرى كذلك شوفوا البنبايسان سادوم محطات البنزين متواجدة حتى تحت عمارة أي حماية الأشخاص أنا نقول لك روح الباريس روح باري روح الباريس تسيب محطات تحت عمارات هل ما هيش هي كيكونو كي تديرونيتود دونجي وتديروا على المقاييس يجب المقاييس اللي لازمة توسيها علش قوثلت إحنا لو كان ما يكونوش قاع المقاييس ما نمدوش لأوتوريزازيون بس كي تدير قاع المقاييس ما كاش مشكل كي ترحوا ونأوروبا ونأوروبا كي شفت الإسترسيون تحت عمارات يعني ما كاش يعني مشكل المشكل ما هوش في القرب من المشكل راهو كي نعودوا نعودوا ما نديروش لازيتودو دونجي ما نديروش هنا المشكل نكمل معاك في هذه النقطة في حماية الأشخاص نشوفوا مثلا بعض الأماكن محطات مثلا حتى البنزين يديروا ما يسمى بالفيدانش يعني ولقوا هذك زيوت الترامة في الطريق والترامة هل هذا ليس كذلك إضرار بالبيئة بالطبع بالطبع سلطة الضرط هنه وش المهم لها جوشكا بريزون يعني نقول بلا سلطة الضرط الإمكانيات ما كانوش واحد الوقت إمكانيات لكي نقول الإمكانيات مع أن نتهى لزوديتور لكونترولير ضرق إن شاء الله مع العام جديد إن شاء الله رح نركريتي هذي لزوديتور ولا ساعة نخدمه مع لزوديتور أكسترن قال نخدم مع بيرو إسم سيني معه والي Peters record لічنا شغل كل ما كناش حضرين محضرناش مآخر نهترل بيتنا نهترل لا نهترل حقي invit Qu disturbed çon neon رح نحضر بجفع لميزون wiad من لذلك ملشائات مهم خسر والمقاييس يعني فيلمش Procession servicio يعني هل سلطة الضبط دخلت مع هذه المحطات الوقود حتى تأخذ إجراءات ربما غلق ربما تأثب منها تجديد حتى في غلق قالنا يا أخوان نعطيك مدة باش سقم الأمور إلا سقم الأمور الله يبارك ما سقم شؤون لازم نغلقوه نقدرش نخليوا حالها هكذا ما كاش الأرقام يعني في هذا الشخص ما كاش الأرقام دركة يعني نقدر نعطيك الأرقام اللي ستاسيون سيرفيس في الجزائر كين تقريبا 2600 ستاسيون مم هنا 2600 ستاسيون الناس تعرف ستاسيون نفطل خاقدة وإلا يقولك سونا ترك هي في 2600 ستاسيون هذي كين 3150 وكين تقريبا لهم مشفر تحطتهم أنجيرانسا كين عندما يتجعون من يترجمون ، تو다는 كين ليبر تحطون مع نفطل يُفضل مع نفطل ، يشعروا بكين لهم بمشفر مثلو كين للعطان يُفضل مع نفطل ، يُفضل مع نفطل ، يُفضل مع نفطل ، يُفضل مع كونو البحث لكن يجب أن نعرفه بالسوق ونفتح حضركة كان بكريح تيكار عند نفطال كانت غير نفطال الموزع الوحيد اليوم أراهم تقريبا 11 أو 12 موزع أطرافير للتيريتور ناصونال لذلك السوق تفتح وشتو من مهام نعود نقول لي من مهامة على يراش من مهامة على يراش هي تكون شافافية وتكون الفورس لقاع الناس تقدر الناس تقدر تخدم وشتو في إطار قانوني أتراش دروك ذو كان عندي ريزو تاعي تاع محطات تاع نفطال ما يقدرش يجي أندي أنوتر ديستريبيوتر يتسربي فيه يتسربي بلا كولر ذو كان نفطال ما تقدرش تروح تسربي في استاسيون تاع تتروباركا نعم هل هناك إعادة نظر في قوانين تسير المحطات محطات الوقود؟ هل هناك إعادة نظر؟ لماذا؟ خطرش اليوم راهي شوية نوع من الفوضى انترقيمي يعني هي من غير المعقول تكونين ستاسيون هنا ومن بعد يجي واحد على عشرين متر يحل ستاسيون أي من غير المعقول هذا اليوم القانون يسمح بهذا الشيء العالمية يقول لك بين ستاسيون وستاسيون فلوتوروتا بين ستاسيون وستاسيون يكونوا واحد سيكنت كيلومتر خمسين كيلومتر بين ستاسيون والخرى لا تنفر في الداخل ليس خمسين كيلومتر فيها خمسين كيلومتر فيها خمسين كيلومتر بل كاين بيفيل فيهم عشرين كيلومتر لذلك أموان تكونين ديزن دو كيلومتر تكونين عشر كيلومتر بهاكو على عشر كيلومتر ولا ستة ثمين كيلومتر نشوفو يعني شاك فيل وخصصات تاحا الخصوصيات تاحا نعم نعود نقول فقط سيارة شيد ناديل إلى قضية توحيد البنزيل شفنا تأجلت كثير من مرة علاش ووشنهما ربما الحاجة اللي جعلتكم تأجلوها ووش كنتوا تنتظروا حتى يتيم تفعيل هدل ديجا علاش نقول وعلاش توحيد البنزين البنزين بالرصاص هدل شوبر بلومبي ديجا دايما نقولها رانا تقريبا تلت بولدان في العالم شفنا لنخدم هادل بلاد ما زال نخدمو بالبلن دونك ديسيدنا نحيو البلن ديجا حمايات اللي يعمل في المصفات عسكيلي أو كونتاكت تعال رصاص ورصاص اللي كونسيريجان دوزيامو الزيما ناسيون تعالوا البيئة يعني مضر بزاف دونك هذي علاش علاش نحيناه ماتنا التوحيد هذا نقدر نقول لك باللي بدينا فيه يبقى المشكلة تعال الخزانات ما يخفاكش في المصفات كان الخزان المستودعات كان الخزان وفي المحطات كان الخزان بحكم أن هذي السوبر يعني جوز وقت بزاف هذي الخزانات يبقى في البروية يبقى البلان البلان بقى سوكي يدرك حتى ودير فيه دير فيهم دولي سوص صنبل يوالي بلان بي سيبكورسال اللي بطينا شوية دونك نو في مرحلة غسل هذي الخزانات بسوكي تدير لي سوص صنبلان ينحل القازوان دو طروا فوة كات فوة يترحى هذا هذا من جهة هذا من جهة دوزيام شوز اللي راننا نشوفوه قال ماتنا في من مهام مهدرنا على المهام تعلق يراش من مهام تعلق يراش هي تأكد من جودة المنتوج دونك راننا مع سوناتراك نشوفوه قال نديرو في الدراسات باش نكونو متأكدين ومتيقنين باللي غدوة ما يسراوناش مشاكل في المحركات تاع سيارات نعم مثلا الوقت المحدد لانطلاق فهد العمدي نحن سوف نفطال نعم 为什么 نفطال نفطال هو ortation نفطال consumes 90% من السوق نفس الناس نفس الانطلاق نحن سوف نكره بأمر ما حстве هو طبق كيف يو أرصب طبق التوخل الدول الوقت этالس البروديو دور شوية. نحن شفنا قلنا تقريبا تكون بين شهر أو تلت شهر صديقه. نحن قلنا تلت شهر إن شاء الله. العملية ستنطلق إن شاء الله. بداية سواء نهاية تولتي الأول ولا بداية تولتي الثانية. يعني نتكلموا على جوان. لا 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 أفريل أفريل أفريل. مارس ديبيو أفريل نقولوا نحن منتصف أفريل تقريبا. منتصف أفريل إن شاء الله. السعر لهذه الوصف؟ قيani الكريسيا السعر تقريباً ثلاثة فاصل ثمانية مليون طن سنوياً تقريباً ثلاثة فاصل ثلاثة فاصل ثمانية مليون طن منها نستوردو واحد المليون طن كيف ندلو هاد العملية؟ نعود وننتجوه تقع البنزين هنا في الجزائر بدون رصاص الطاقة الانتاجية تعصوناتراك هي ربع عماليين طن لذلك معنتها باللي راح نقضيه نهائياً على الاستيراد بتاع البنزين نعم فقط نعود نوليولي السيرغاز في ناديل الآن راح تدخلوا في ديوالة دا مثلاً نشوفوا باللي كان محطات كثيرة ما عندهاش ربما الأجهزة تاع السيرغاز هذه مثلاً تعبئة سيرغاز في محطات الواقود هي راح تفل ولاية الداخلية يعني تلقى بومبة واحدة أو محطة واحدة في مبين ولايتين هل سيتم تعميم هذه العملية؟ أنا نقول لك تعميم العملية بدات ديجاب نفطل شرعة ديجاب في بروغرام نعم تاع باش يديروا الاستاسون اللي فيهم السيرغاز لازم نعرفوا بالأرقام اليوم تكاين كاين 2600 محطة كاين تقريباً ألف نقولوا 980 تقريباً فيهم سيرغاز أرى التولت إحنا إن شاء الله عاولين نوصلوا التولتين يعودوا دو تيار دوستاسيون فيهم سيرغاز أنا نظن خلاص تكون العملية لذلك فيها عامة فيها بروغرام تعبئة المحطات قبل ما نروح لأسئلة المشاهدين الصيندي فقط حبيت من مهامكم تكلمنا على العامل حماية البيئة أو الفرد وكذلك هل من مهامكم أنكم أنتم تمدوا ربما لزاقريمان أو الاعتمادات لمحطات الوقود؟ هل من مهام تزويد السوق الوطني بالوقود لذلك قد يكون هذه من مهام سلطة الدبت لذلك بالطبع يجب أن يكون لدينا فعالين في هذه الهدفة نحن نمتع الوضعات والمستودعات 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 ونمتع الوضعات والمستودعات 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 لذلك هذا يصبح لدينا مستودعات والمستودعات يجب أن نعرف أن اليوم يحب أن يقوم بعمل مستودعات إلا أنه في باتنا لا يأتي إلى الزائر لكي يضع الملف اليوم يكينا بلاتفورم يروح للمدير الطاقة تعويلاته يدبوزي الدوسية يتمك ما مدير الطاقة ما يجيش للايراش يبعث بار انترنت ومن بعد هذا عبارة على وثيقة يمضي عليها وزير الطاقة ورئيس إذا سيد نديل فقط فيما يخص مشاكل تعلق الوقود المخلط بالماء وشفنا سيارات توقفوا انتما سلطت الضبط انتما اللي ربما تضبطوا هذه العملية هناك ناس أصحاب مركبات خسروا موتورات خسرت لهم السيارة أولا كيف حدثت هاته بين قوسين الكارثة ثانيا شكون يعوض للناس قوسين بثارات نعم المح 무서وس سؤالة المشكلة المح persecut المح verkligen لا يعلم المحض يتمع المحض يريد أن يكون جمعي من المحض المترجم للقناة عندما يقولون أنه يخلصوا في الوقت يحبطوا الماء يرجعوا ومن ثم يعمروا يقولوا هناك ربما يكونوا يتعالى وقت يتعالى لا تتعالى لا تتعالى يتعالى و يكون خالب السبب الكبير الذي يفعل هذا الأخر هو التسريب في المحطات لأنه كان هناك الكبير من المحطات وكانت تسرّب لتسرّب ويدخل للمعفة ويتخلط مع الإسانس هنا لماذا كنت نظر مقبيلات على المراقبة؟ لماذا لماذا يذهب للمعفة؟ لماذا لماذا تردو إلى المسابات؟ فقد أن يخلق للمعفة ونسرّب ونعود قديمة تردو الأسباب تذهب للغلق لنذهب للغلق فهذا، الذي يعمل، الله يبارك الذي لا يعمل، لا يمكن أن نكمل دعوة تطرّم هذا الأمر هذه من جهة بالنسبة للعلاج مانتنان كي سرى المشكلة لازم يعرف المواطن باللي النافطال والليزو ديستريبيتور عندهم من السورانس دائرين مع وكالة الأمن تأمين دائرين عن كونترات السورانس دائرين كي سرى هاد المشكلة هادية اللي يدار لإسانس فيه الماء يعطيولو فاسكو علاش انفقو بلي فهلما بسكو واحد ما راح يتبلع على الانستاسيون قال ان دار تمكك بسكو لا سرى المشكل يسروا اموان سنك سيس دي فيكول خاقدة ما يسرى شغل واحد هادك يوش يدير يروح الانستاسيون هادي يعطولو يعطولو ورقاب اللي دار تمكك من بعد يروح يصلح الانستاسيون ويددي الفاتورات هادوك النافطال او الانستريبيتور يددي الاخر ويرن بورسيولو نعم اذا سيد راشد نادي اللي بقى معك في المحطات الوقود كين بعض المحطات اللي نشوفوهم الان الاقلبان مطورين من خلال من حيث انه الكين هناك ربما ما شباك عند مدخل المحطات تدفع الثامن يقول لك اروح لرقم الفولاني ولكن كين محطات اخرى مازال عمال مساكن اللي تلقاه يجي عمار في الشتاء في البرد وحتى هادوك المحطات مخدين يعني هل هناك اعتنظر في هات العمالية في اعتنظر في المحطات حتى حماية هادوك المحطات والله من ذكر الكوارث يعني صح صح هادو المشكلة تالي سابري كان دي ستاسيون ما فيهش لابري دونك كين تدخل نتايا باش تدير الليسانس هو مسكني يجيب هاداك اللي عنده بارابلوهوي يجي هكذاك دونك هادو الأمور هادو قال لازم تحبس يعني لابري هادا شي 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 يعني المينموم في انستاسيون باش تدير الابري ساسي المينموم مرام يدخلوه فايدة اه هذا ساسي المينموم دونك هادو الأمور هادو ما رامي سراو ببتاتر في واحد محطات قلالة تعنافضل في فيه مدرها ما سكو بتحكيلك تحكيييي В связи عامة ايه بسيعة عامة مشات عاملية باش عاوديا دونك هادو تدخل تانيت في المراقبه نهارك هيروحوا يطاير يطايره 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 يخصيه محمد عندك وقت باش تدير هادو الغلق تمنح هي الجمالية والله يعني وخدنا الجمال بلادنا غرب بتفاصيل صغيرة صح تدخل الانستاسيون تسيب كما قلت المقابلات تسيب زيت مع مرامر مرمية في الارض تسيب كوارت تقدر تزلق الطيح سي راشيد ندين نروح لكي لأسئلة المواطنين إذن سؤال أول يقولك متى نتوقف عن الاستيراد ونقوم بتحويل المحلوقات محليا شوف نسبة لك تحويل الوقود محليا لازم نعرفه باللي في الجزائر كان خمس مصفات خمس مصفات هاد الخمس مصفات هما اللي راهم اليوم يلبيوا حاجيات السوق الوطنية تبقى واحد المليون طن كنا نجيبوه تاع بنزين واحد زوجه ملايين طن تاع غازوار معنتها كنا حكموا الاستهالات الوطنية اللي هو 14 مليون 11 مليون تنتج هنا ما نجيبوه 14 مليون من خارج را نجيبوه 13 مليون من خارج ودرك المليون متاع الاخر يروح تبقى تقريبا من مليون مليون وخمسمائة طن نجيبوه من خارج ميسينو كل شي محلي محلي زيد كينا ينستاشيون راح تحل في حاسي مشعود نرافيني المصفات راح ننذيروها ان شاء الله وانطلقت العملية باش تحل في حاسي مشعود كي تولي في الاستغلال هاد المصفات نقضي وني هائيا على الاستيراد يقولي كل شي كل شي نعم بالك ربانا ان شاء الله نعودون نصدره نصدره اذا مدام محلي واحنا دايما جزيريين بين قوسين خافهم الحاجة محلية اه سرتولي سانس يعني محلي كل حاجة تكون محلية يقول لك كيبري كل خلينا نديرها ماليش نتكلم ماليش هل هناك معايير دولية لهذا البنزيل لما يقولي محلي مئة بالمئة هل هناك معايير دولية راح يتعمل على جنة بالطبع بس كي شوف لو كان ما كاشه المعايير لو كان نرى البرك تعنا غارة حبس البرك راح يمشي دوبي ديزاني يسرعوا مشاكل سفري يسرعوا مشاكل تعمى كي تخلط الماول ميسينو عمرنا ولا سرعنا مشكل في بنزين نعم اذا نروحوا الى سؤال محمد يقول نحن في مناطق الظل في محطات معزولة لا يعيشكم وفرنا السلغاز اشترا رئيس الجمهورية في كل مرة يتكلم على مناطق الظل حقيقة هناك مناطق معزولة يدرقنا محطة واقود رانا يعني كما نقول رانا في فايدة كبيرة الان نستحوث على السلغاز في هذه المحطات هي هاد المشكل طرقنا له بس كنهار رئيس الجمهورية هدرعوا مناطق الظل هدرنا طرقنا على هاد الامر توفير للمحطات لازم نعرفو باللي اليوم كاينة محطات كيش يقول اه 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 اتنيرانت شاك كيش يقول لها مستق ماليش نكمل فاق شو ست 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 سكيد جي جي محطوطا ست ست موبيل موبيل صح هذا شارشل متنقلة متنقلة كانت استاسيون موبيل هاد الاسطاسيون موبيل كان الحمد للله كان شركة وطنية يديرهم هاد الشركة اسمها ماجي وهدي ماجي كانت تدير محطات متنقلة تع بنزين واليوم هاي تدير محطات متنقلة تعسير غاز دونك شفنا مع نفطل ما من نفطل خمو لهذا الامر هدايا باش في المناطق الضل ان شاء الله يحطو هاد المحطات المتنقلة نعم يعني رح يؤدوا يكون هاد المحطات متنقلة في المناطق الضل في المناطق الضل للسير غاز بس كل يوم محطات متنقلة سيرغاز نعم إذن سيد رشيد نديل أنهي معك هذا الحوار من حيث بدأنا من الوقود المزدوج كخبير وكربما عندك مصار طويل في نفطال تشوف بالله هذا الوقود المزدوج رح ينفعل مواطن ورح ينفعل خزينة بالطبع بالطبع تربح ربعين في المياه إذن سيظهر كاميون يدير ربع مياه أو 300 ألف تاع غازوال واللي يربح فيه مئة ألف شوف الربح اللي يديرو يربح له تيار وزيد الخازينات واللي يتنقص يعني هذك الغازوال اللي نقصمي وهه منين جاي الغازوال جاي من البترول برود خيض جاي من البترول دونك يصفيوا البيترول باش يخرج هذك الغازوال هذك اللي ما نستهل الكوش نعودوا نصدروه دونك يعود يتصدر إذن عمليا لما نركب سيارتي ندير وقود مزدوج نمشي نوض السيارة بشكل عادي مش كما يفر سير الغازة ديك القفلة باش يخرج شوف كتناود يصرر الخالي بعدين كيفاش تعرف بالليارة خلاصلك المازوت ولا لازم تعمر المازوت لتعمر سير الغاز ينديكي عندك عندك الانديكاسون لديك عندك الانديكاسون يخلاصلك الرزيرفور تعال السير الغاز ويبان يبان يبان لي خلاصلك تروح تعمره هي باش نفهم المواطن ما كاش وقود مزدوج تصيبه في الاسطاسي تدير سير الغاز واحده وتدير الغاز والواحده نعم إذن سير رشيد نديل رئيس سلطة ضبط المحروقات كنت ضيفا عزيزا علينا ترمنيت منذ مدة منذ أن كنت رئيسا مدير عامل نفطة لأن استضيفك هذاك الوقت ما سنحدش الفرصة سنحدت اليوم أتمنى لك كل التوفيق شكرا على الأقل على الأقل إعادة الاعتبار للنحية الجمالية لمحطات الوقود هذا أول شيء إن شاء الله ثانيا على الأقل سيكون كيفاش نقصه من استهلاك أنا لما نتكلمه على مبلغ بأكثر من 400 مليار دينار أنا نحرقوها سنويا نستهلكوها في الوقود رقم كبير يبقى كبير نتمنى من الدولة ومن السلطة نتوفر الإمكانيات حتى ما نعودوش نستعملوا السيارات بالشكل وحتى المواطن يرشد استهلاك هذه المادة شكرا لك سيد رشيد شكرا على حسن الضيفة شكرا نعرف إذن مشاهدين الكرام في الأخير ما بقى لي لا نقولكم مدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى الشعب هلقاكم بداية الأسبوع القادم إن شاء الله يا زيد أترككم ترجمة نانسي قنقر